بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو الإجابة على سؤال ورد في القناة حول هل يوجد علاج لبطانة الرحم المهاجرة أو الانتباذ البطاني الرحمي وللإجابة على السؤال فإن هذه الحالة هي حالة طبية ينمو فيها النسيج الذي يبطن الرحم عادة خارج الرحم مما يسبب الألم والالتهاب وهناك بعض العلاجات الطبيعية التي قد تساعد في تخفيف الأعراض ومن المهم ملاحظة أنه لا ينبغي استخدام هذه العلاجات كبديل للتشخيص الطبي ويجب عليك دائما استشارة الطبيبة النسائية قبل تجربة أي علاجات طبيعية نستعرض فيما يلي بعض العلاجات الطبيعية التي قد تساعد في إدارة أعراض الانتباذ البطاني الرحمي أولا النظام الغذائي يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن ومغذي في تقليل الالتهاب وتحسين الصحة العامة وتشمل الأطعمة التي قد تساعد في تخفيف أعراض الانتباذ البطاني الرحمي أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك والمكسرات والبذور طبعا فيه هناك فيديوهات خاصة عن الأسماك والمكسرات والبذور وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة ثانيا التمرين يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة في تقليل الألم والالتهاب المرتبط بالانتباذ البطاني الرحمي كما أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية وتعزيز إفراز الأندورفين وهو مسكنات طبيعية للألم ثالثا العلاج الحراري يمكن أن يساعد تطبيق الحرارة على الجزء السفلي من البطن في تقليل الألم المصاحب للانتباذ البطاني الرحمي ويمكنك استخدام وسادة تدفئة أو منشفة دافئة أو أخذ حمام دافئ للمساعدة في تخفيف الأعراض طبعا مش حمام ساخن حمام دافئ رابعا طريقة الوخز بالإبر قد يساعد الوخز بالإبر في تقليل الألم والالتهاب المرتبط بالانتباذ البطاني الرحمي وتتضمن تقنية الطب الصيني التقليدي هذه إدخال إبر رفيعة في نقاط محددة في الجسم لتحفيز الشفاء طبعا هناك متخصصين في الوخز بالإبر خامسا تقنيات الحد من الإجهاد يمكن أن يؤدي الإجهاد أو التعب إلى تفاقم أعراض بطانة الرحم لذا فإن ممارسة تقنيات الحد من التوتر مثل التأمل أو اليوغا أو التنفس العميق يمكن أن يكون مفيدا في إدارة الأعراض ومن المهم أن نتذكر أن الانتباذ البطاني الرحمي هو حالة طبية معقدة وأن العلاجات الطبيعية وحدها قد لا تكون كافية لإدارة الأعراض فلابد من استشارة الطبيب لتشخيص وتحديد أفضل خطة لعلاج حالتك الخاصة أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبيبنا بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله